السلام عليكم مشاهدينا ومتابعين هنا ما كنتم حلقة جديدة من برنامج هام الناس بعد المناشدات اللي وصلتنا من سكنة منطقة الصالحية وبالخصوص مجمع شقق الصالحية بخصوص قضية تزديد الديون باعتبار انه الناس اللي ساكنين هنا مشترين الشقق وبدفعات يعني لدارة العقارات ورغم انه حصولهم على قرار مجلس النواب وقرار مجلس وزراء لكن دارة العقارات اليوم يكون عدتها تضارب بهذا الخصوص خصوصا انه بعضهم هنا اشتري الشقق هذي من سنوات طويلة راح نشوف الناس اللي موجودين هنا ونتعرف على التفاصيل ابوهاب شونة اهلا يا مرحبا يا عم وهاد بيك سلمك يعزك احنا بالبداية خلي نفتهم القضية انه انتم اليوم مشترين هاي الشقق من سنوات طويلة الدارة العقارات مجاي تتعامل او مجاي تحترم خلي اقولها بين قوسيا قرارات مجلس النواب وقرارات مجلس وزراء بسم الله الرحمن الرحيم احنا ساكنين مجمع الصالحية اشتريناها على قرار 198 الشقق والموضوع اللي صار تلكئت العالم عن الدفع لسنوات عديدة فاستحصلنا قرار من مجلس الوزراء قرار 165 لسنة 2019 بزمن رئيس الوزراء السابق القظمي واخذنا القرار ورحنا العقارات دولة ادولات الديون المترتبة بحق الساكن تفسير القانونية ا Savi 요 사용 هذا مو قانوني معقوله يعني مرت على القانونية من سنوات مجلس الملس وزراء ووصوتها عليه هو ماكو قرار اذا ما يدخل على المدير القانونية من سنوات الملس وزراء بعدين يبقى يصير بجدوى الأعمال ويقروه بمجلس الوزراء ويصوت عليه وتصويت ومن ضمن المصوتين وزير المالية وهي سهلة القضية يعني إذا هو يشك بصحة الكتاب أو ما مر على قانون يقدر يخاطب رأس الوزراء لأنه ما معقول أنه اليوم صادر مرأس خاطب الأمان العامة للمجلس الوزراء ردت عليه قال أمان ما فهم الجدوى لهذا الذي يصير والمعادلة ما فهمها وضحه للأمان العامة بتوقيع حميد الغزي لأكثر من مرة أكد عليه لأبو العقارات أنه نفذ القرار يا عقارات دولة ما تنفذ ما تنفذ وتتوفت الموضوع وهي سنوات وجدت كورونا وهكذا تحديد من يال سنة بدأ الموضوع؟ بدأ الموضوع من سنة 2014 يعني من داعش وبعدين وراها الناس تلكأت ما قدرت تدفع وراها إجت كورونا جمدت العالم وأذتها واخذت العزيز من عندك والغالي المهم إحنا عندنا أكون تأكيدات من محمد حمزة مدير القانونية لا ما الوزارة المالية يأكد للعقارات أنه عمله بهذا القرار ست تأكيدات للعقارات عقارات ليس مدير واحد حوالي أربع مدراء للعقارات يوصلون لهذه للتنفيذ يوقفون إحنا ناشدنا ناشدنا رئيس الوزراء ومن 2014 لغاية الآن وهذه المخاطبات جاءت وسط ودارت العقارة متلكة تمتنع وهس آخر شيء هذا صار حوالي تقريباً بالعشر تيام دزة انذارات للبعض الساكنين أنه أنتوا يعني خلال عشر تيام إذا ما تدفعون ما تسددون إحنا راح نبيحه بالمزاد العلني هل من المعقول أنت تبيع لي على قرار 198 ما بيفقره ما بيفقره قانونية الديني حتى أو تعاقبني أنت لو تأخذ قرار من مجلس الوزراء الجديد أضيفه على القرار القديم 198 حتى تعاقبني به ما تأخذ من قوانين سابقة وتعاقبني وبعدين انت بها الوضع هذا التعبان هذا الإنسان العراقي اللي ضحى ابن شهيد وأبوه وأخوه ناس بعيداً عن ابن شهيد وضحى هو هذا اليوم حق أنت دافع فلوس وفق الاتفاق بينك و بين الدولة لأنه تسدد شهرياً تلكئت سنة سنتين تمام تبقى هي بس هناك جدولة أحو حال ثاني ما من الممكن أنه أستاذنا الفاضل إحنا كساكنين ما ممتنعين عن الدفع أنا أقول لك وكأنه أحسبها يعني ضميرك ما يأنبك أحسب ليها أحسبها جدولها علي أنا ما عندي هسا الساكن ما عنده خمسين وستين مليون وسبعين مليون اللي تراكمت وانت خليتها تراكم علي من الـ 2019 لحد الآن وأنا ما أخذ قرار واعتمدت على اعتبار أنه أنا راح أنعفي أو جدول فأنت هاي كل السنوات مشيتها علي وخليتني آني وزائدني الغرامات سويتها علي باليوم 12 ألف أنت الغرامة على اليوم الواحد هي ألفين ألفين دينار سوي ليها تصاعدية ووصلتها ويبلغون الساكن أنه باليوم الواحد 12 ألف إذا كل يوم ما حد تتأخر هسا محسوب عليك 12 زي يعني الحل مثلا هسا راسة الوزراء نعم وياكم نعم مثل النواب وياكم المالية وياكم يعني دارة العلاقاء العقار عفوا يعني شنو اللي يتردون أبعد نحن نقوى بالقانون نحن القانون يعني الدستور يكفل لحق العيش بكرامة بشقة أو دار سكن مو بس الدول الآن قانا مشتري أنت ما منطنيها بلاش وصال لها 40 سنة العمر الافتراضي العمر الافتراضي انتهي لها نحن قاعد نخدم بها نفسنا بنفسنا وهذا الموضوع أنت بايع لياها مخدومة مخدومة على الاعتبار بها غاز بها كهرباء بها تدفئ بها تبريد هذا ما كوى سه بس الهيكل ونحن البقية التدفئ والتبريد نحن كل نحن سويناه الزين الغاز ما كوى سترجع للدبات بينما كانت بوريات العقار يقول إذا ما تفرغون تسخلوها أخلال عشر تيام أحيالها للمحاكم 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 من باع بالمزاد هم هذا هاتشيهم نصا نحن بعض الموظفين هم نعرفهم ما ذي نسمي بالأسماء بالعقارات زيل وهذا احنا مناشدة إلى سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وكل صاحب ضمير حي بالدولة العراق أنه يوقفوا ويوقفوا ويوقفوا هذه العوائل عوائل يعني مو هين ترى أنه تتحددها بسكنة 2400 وحدة سكنية 1400 الناس المتلكة مو عدد قليل مو موضوع عشرة وعشرين وما متلك عمي احنا ندفع بس انت سهل للأمر سهل للأمر يعني هذا الموضوع حتى ندري بي احنا شخصيا عدة الشركات يصير يشتلكوا الشركات الضخمة الرائدة مثلا ميدفعون سنة سنتين بس أكو حل وسط أنه جدولة وغيرها ثم اليوم على مواطن بسيط وعلى 2400 وحدة سكنية هذا 1000 دافعين تبقى 1400 وحدة سكنية فبالتالي هاي الناس دافع فلوس مشتري العقارات تواحم الناس بيش اشتريت الشق أنا مشتريها من شخص مخصصيها الى أنا ما أخذها بـ 210 مليون 210 مليون وجاي تدفع وباقي عليها 137 رقم يعني هاي عليها باقي وأنا دافع أنا بعت بعت اللي عندي واللي عندي حتى بجي تأسكن هنا أنا ما أخذها من شخص مخصصيها الى هي هاي الجريمة اللي صارت علينا أنت متعاملني أنا كشخص مخصصة ومتلكة أنا مشتريها مناشهدتكم إلى سيد رئيس الوزراء صاحب القرار وميحل قضيتنا إلا محمد الشياء السيداني هو صاحب القرار وعينه على هاي الناس وإحنا أصحاب حق إحنا ما جاي طالبين مثلا وبعدين أكو شاء أكو موضوع شارة الحجز اللي يمخليها خلوها ضمن القرار 165 المفروض تنشال حتى الساكن يقدر مثلا ما يدفع يبيع الشقة عند أولاد مثلا يريد يبيع ما يبقى في هذا السكن هم تفيد الدولة ضريبة مي كهرباء فهواء ترجع للدولة كل تحويل شقة إذا بيح يعني بين شخصين تستفاد الحكومة 10 ملايين دينار تدخل للخزينة ما تحللون أنه الموضوع بما أنه إحنا بالعراق نظامنا كل أربعة سنوات رئيس وزراء ما حللتوا أنه الموضوع اللي ينتصادر من الكاظمي لا لا ماكو هذا مو لا لا ماهذا بس هم والناس إحنا أكو تفاصيل ما رأي نسول فيها ما رأي نسول فيها بالعلام بس نضطر مستقبلا نسول فيها بالنسبة للعقارات العقارات الدولة نسول فيها إحنا موضوعنا هسه أكو ناس قانوني أنك سكنت مجمعة صالحية وقرار إحنا ما جايين بالقوة إحنا أخذنا قرار والقرار أخذنا بجدولة الديون إحنا نريد بس الجدولة يعني سهل علي أمر أنا أتفعلك أنا ممت بالدولة تجاه المواطن أنا بس أنا أجد السودان السيد السودان أنت رح تسل روسيا من ضمن فقرات الاجتماعات اللي بروسيا جدولة الديون على العراق إحنا مطلوبين الروسيا مليارات فأنت هم رح تجدولة الديون على العراق أنت كدولة وعراق عند نفوط وعند إمكانية ضخمة ورح تجدولة فإحنا هم ساكنين جدولنا جدولنا الديون وحتى كلام منطقي كلام منطقي وأيضا هي مناشدة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشعر السودان أنه الناس هنا وفق القانون يقولون لك عاملون نحن كمواطنين خلت دولة عاملنا وفق القانون واللي يردونها فقط جدولة ناس تدفع عدها فلوس بس لكن يحتاجون جدولة اليوم الموضوع أنت كمواطنين شو أنتقبلت أو تلقيت هذا الخام لا فجأة خلاء عشر تيام والله بصراحة إذا عندنا غير مكان أنت تحقلنا بهذا بس إحنا ما عندنا غير بس الشقة هاي الله وكيلك حتى دا عندك غير مكان أنت بني دافع بفلوسك ما يخالف حتى لو دافعت بفلوسك بس أنت ما تقدر تدفع يعني أنت صار عندك هسا يعني متلك أنت خمسين مليون هسيرة ما تقدر تدفع الخمسين مليون بصراحة يعني صعبة زيانا أنا موظف راتبك 400 ألف زيانا يعني وعندي اثنين طلاب بالكليات أو بالجامعة يعني الأقصاط مالتهم يعني بصراحة واحد اثنين ونص واحد اثلاثة يعني ما أقدر يعني أنت راتبك 400 ألف وهذول يعني يرادون بالخمس ملايين ست ملايين بالسنة فأني منها الناحية هاية تأخرت فما أقدر بعد أدفع وسنة عن سنة هما أنت تلقيت بعد ما أقدر أدفع يعني صار المبلغ كبير عليه هسذا بالسنة أو بالسنة ست ملايين ثمان ملايين تدفعهم هما هو يعني شقد اللي ناسب يعني أنا مثلا إذا مثلا بالسنة ثلاث ملايين أو اثنين ونص ثلاث ملايين ها زيان يعني نقدر يعني نقدر نقدر ندفعها هنا فوائد التراكمية خلي شيلوها من عندنا فوائد التراكمية كل سنة كل شهر قاع كل يوم يخلونا فوائد تراكمية المين يدفع يسا كل واحد يسا بالسنة تطلع عليه فوق الخمسة عشر مليون عشرين مليون 12 ألف باليوم أي أحسبه بالسنة تطلع بالثمان ملايين تسع ملايين مين يجيب الواحد فوق القصة مر ما عدا القصة مين يجيبه أساني قاعد بال2003 هنا أنا كانت عدي الشقة اجي وخصصوها الواحد اشتريتها من عدة بمئة وعشرين مليون ويودفع قصة علي وكل هاي تراكمية مين يجيبه واني قاعد تسع نفارات بالشقة وما مسدتها ويومي قرار يعني لحد الآن هذا هاجس الخوف وشعور انه عدم امتلاك هاي الشقة بعدك لحد الآن ما ممتلك جبناها من زمن المالكي لحد هذا اليوم اخلاق تقوى طبت علينا هجروا بعض الناس كتلوا بعض الناس سووا وش مشاكل بعض الناس الناس وين يتروح هس عم يسوي جريد خليشوفون من عنده تراقوا تقاعد عدي أسانة أبويا متوفي وخدمتها 40 سنة الله وكي لك 350 ألف الراتب التقاعد الله وكي لك وان تسع نفارات وعدي رضيحتي رجل شهيد قاعدة وياي ها وين نروح وين نروح يا رجل بحقها ست موين تروح التايب من تقول وين نروح هذا مال واحد انه مذنب وطلعه انت ما مذنب أهمي ما نمطي 110 مليون ها ومطي ودافع قيمة كم قصت به بعد ما عندي مين نجي هسه تعالى تعالى تفاحسة يريد من عندي فوق 80 مليون 90 مليون فوق هاي هاي الدافع يريد 90 مليون مين نجي 90 مليون هذه التقينة بالسيد السودان من شان نائب ببيته بال2020 يا دولة رئيس الوزراء سنة 2020 التقينة وانتفضن وقال هاي نصا قال هاي جريمة يطبق قرار ملجس الوزراء 165 ودزع المستشار ماله وسوى كتاب للعقارات وللأمانة العام الملجس الوزراء موجودات بالإرشيف موجودات انه نفذ هذا القرار لأن هذا حق المواطن من 2020 نحن اليوم سنته لـ 23 زين يعني يا دولة رئيس الوزراء عدك علم بالموضوع اللي نحتاجها فقط متابعة من جنابك الكريم انه دزلجنة او لجان شكل بخصوص هذا الموضوع ناس عدها ممكن تدفع لكن اللي يردو جدوله وبالتالي هما صحاب حق وبالحق مدلل عندنا احنا احنا دائما نسولفها امخلح ما لا تهن يعني بالحق اليوم بدلل ناس دافعين فلوس مشترين هاي الشقاق لكن التضارب وتعنت دائرة العقاري انه ما تنفذ قرارات مجلس الوزراء ما تنفذ قرار وزارة المالية وهذا يعني تخصير واضح من قبل دائرة العقارات او اعتقد يعني هساني مو ضليع بالموضوع ولا عندي خلف بس اعتقد انه مزاجيات او انه دائرة العقارات خلي عينها على المكان مزاجي هو اكويش موضوع هذا نقلونا بس احنا من نطلع نقلوه نقلوه احنا عظيم بدين هذا تشخيصك مضبوط صحيح خلينا عينهم على هذا المكان واحنا بس مكاننا يستحيل هذا وطني بيتي سقف سقف وفلوسنا واني هذا الموضوع بهالعمر هذا اعتقد اقدر اسوي شيء الكل بالتالي تحياتنا لكل دوار الدولة لكن العدالة العدالة الوقاة العراقية قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 شيء يقول من حق الوزير من حق الوزير شطب الديون المستحقة على المواطن صلاحيته وزير المالية وزير المالية زين بس هل نقول المالية لا اعتفلوس لا هو تشطب الديون لا اعتفل اي دولة اي الدولة تلكت بدفع المقاولين ونصف ثلاثة أربح من ذبوا سجن الدولة من تلكت بدفع الفلوس للمقاولين والمقاولين ثلاثة أربح من ذبوا سجن زين هاي دولة تلكت مو مواطن يتصير يعني عاد من واجبات الدولة والحكومة تسهيل إجراءات المواطن وهذا اللي دائما ما يؤكد علي الدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشعاع السودان اوه نحن نعرفها الصلاحيات نعم الصلاحيات يعني هم نقرأ هم ناس شوي هم نعرف هذا الموضوع الصلاحيات الصلاحيات مدير عقارات دولة من حقه يطفي 25 مليون صلاحيته للمواطن مدير عقارات وزير المالية من حقه يطفي 50 مليون دينار للمواطن هاي 75 رئيس الوزراء فري من حقه يطفي كل وصلت يم حميد الغزي والتاريخ يسجل وصلت يم حميد الغزي انا التقيت بحميد الغزي من خلال الناب انسجام الغراوي الله يرضى عليهم علي وصلتني وقعدني وهم خدت الطلب نصا حميد الغزي نصا يقول لي لو عنده صلاحية انا انا حاجاني نصا وانا مسؤول عنك كل كلمة اقول لي قل لي لو عنده صلاحية اطفي الديون عن ساك جد هي تطلب الدولة تطلب الصالحية كم مليار يطفوها حميد الغزي لا اسمح لي حميد الغزي من عنده صلاحية انا انت غير الامين العام مذكرة تكتب مذكرة رئيس الوزراء وتقول له هذولا ناسنا وهنا ونشرط عليهم انه احنا راح نطيك هاي الشقة نسقط الديون عليك بس بالعاد ما من حقك تطالبنا لا بأرض ولا بشقة وخلينا نعيش كلها جيدة هذال الدولة عد عننا زين مشوها انه مشوها حتى الله يرضى عليكم زين حجير ان شاء الله مو فشي صعوب وهو ان شاء الله رجل ابن اصول ومحترام ومتأمنين خير حقيقة الحجي والناس متأمل خير به حجي بس سؤال تفضل لهنا هذالي عرف انت مسدد من ضمن الالف شون سدد والله مسددناها شوية شوية واحد من الله يسر علي الله يسر يعني طفة ماكو بعد إجراءات لا احنا مطلوبين بعد كل سنة مطلوب كل سنة كل سنة ندفع كل سنة كيف تدفع ثلاث ملايين ومتين ما شنو غير رقصات ما شخصة ما طفوية لا يعني ما علينا طلب ما السنين سابقة يعني السنين الجاية كل سنة تجي ندفع كل سنة تجي ندفع اي وغاية تبقى كم سنة ووح الله بعد ما نري ثلاثين سنة من العشرين سنة هالناس ميتا همورك اللو ندفع هالله شونس حبيبي أنا متقاعدة ودافعة من الشقة ثمانية وخمسين بالمية واصل أكثر من النص من التقينا برئيس الوزراء قبل فترة احنا والاستاذ ابو ايهاب ومجموعة من شان نائب قال المفروض انه نسعى لكم بانه نطفل خمسين بالمية هس الناس ما بدت تدور خمسين بالمية لان قامت تيجي اخلاءات انه انذارات يطالبون انه تخلي الشقة او يبيعوها بالمزاد ما دافع حتى ثمانية وخمسين بالضبط واضافة الى ذلك انا ما اشتريتها مباشر من الدولة الدولة خصصتها الناس بالبرلمان وناس ضباط وناس كبار بالمسؤولين اشترينا منعدهم واخذوا ارباح لهم بالنسبة الي اخذوا سبعين مليون ربح صافي غير اللي هو دافعهم للدولة ثلاثة واربعين فهس احنا اللي انطالبه يأما باعادة الجدولة اضافة الى انه يطفون المتبقي اللي مثلا دافع اكثر من خمسين بالمئة المفروض يطفوه عنه لان هي اصلا شقاق متهالكة تعبانة العفو لو تدخل لها ريحة الشغلات اللي بيها لا تبريد لا ما يحالم من الاربعة وثمانين استلمتها استلمتها الناس بالاربعة وثمانين يعني تقريبا اربعين سنة اربعين سنة حتى عمرها الاندثار انت خلص انت تهد اي انه خلص تعتبر انه بعد من دثرة اموال من دثرة زي فهس احنا اللي ينطالب من رئيس الوزراء مثل ما قابلتنا من تحضرتك نائب ووعدتنا خير نتمنى منك ان ترأف بحال اهالي مجمع الصالحية يأما الطفون المتبقي من الديون على الناس يأما تعيدون جدولتها لان كل سنة ده الروح اريد ندفع وما يقبلون انا شنو سبب تلكئي قبل لا اطلع تقاعد سويت عملية سنة واحدة تلكئت قامت سنة جرسنا فاذن اقارات الدولة هي اللي جبرة المواطن على التلك اقارات الدولة ليش لان من ما استلمتها مرة بقى تقولك لازم تجيب لي ما سنتيا ما لثلاثة فانتوا استمروا بالاستلام من المواطن ينو خلي تخف على المواطن لان المواطن ترى اغلبية الساكنين متقاعدين ذوي ضحايا ارهاب ناس عندها ايتام وشهداء وناس كسب وبكرونة ترى بالجائحة الناس اغلبيتها تعبت 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 الظروف الى درجة وارد هذا التلكو على مستوى دول تتلك مو مواطن مو مواطن اقتصاد عالمي تلك يجي مواطن بسيط ما يتلك فاللي نرجو من وزيرتي المالية ايضا ان تنظر المواطنين مجمع الصالحية حبيبي انه هسا قيمة الشقة شكرا وانسعارها بدع الدولة شكرا احنا سعروا اياها اسعار كلش غالية مثلا الارض مية وسبعة وسبعين مليون والله ما عندي علم ميتين اي يعني ازيد المفلوس يعني انا انا مشتريها بميتين وعشرة وهسا ينطني بيها ميتين وباقي مطلوب وقلمة للدولة اذا بيحب ميتين اذا بيحب ميتين الدولة تاخذ مية وسبعة وثلاثين وشقد اللي تبقى وهي متهالكة وهي متهالكة صار ربعين سنة يعني انا بايع لي مثلا قطعة ارض بايع لي بيت وجاي حتى اسكن هنا وبالنتيجة امسح يدي بالحيط واطلع يصير يصير سبق وانا قلنا انتو هالحق وبالحق عدها لنا مدلل ارد اسأل ارد اسأل النواب الله يحفظهم الوزراء اسألهم انا ارد اسألهم اسألهم اقولهم انتم مثل ما اخذتوا بيوت بالخضرة واخذتوا اراضي زينة امسانتهم وبشرة نعم اي هي وبالنتيجة انت هسه ما تحرك نفسك اكو ناس منعدنا هنا طلعوا نواب من منطقتنا داروا وجوههم منعدنا ما يباوعوننا واحنا اهلهم واخوتهم ليش والبارحة كان قدهم لقاء ويا وزيرتي المالية المفروض انا شفت نائب البارحة كان قدهم لقاء ويا وزيرتي المالية من واعد جوي مروا واعدون هنا وقالوا احنا ولد المنطقة واحنا تشدنا عايشين وياكم المفروض يطالبوننا يتذكرون انه احنا يعني ولد المنطقة لازم يطالبوننا مو داروا وجعلنا وراح مو صحيح فاللي نتمنى انه من رئاسة الوزراء رئيس الوزراء من وزيرتي المالية ان ينظرون الحال الفقير ترى اغلب الساكنين المجمع الصالحية هم عواء الفقراء انت دلخ خصصة وخصصة هم هذول اللي اقلك عليهم النائب او الوزير او فلان مدير دائرة قانونية مثلا خصصوا لهم قطع اراضي او بيت بالمنطقة الخضراء بيش مثلا البيت خنقول يسوالي انا عرب مليارين تلاذة ميتين وخمسين مليون ميتين وخمسين مليون و بالعافي عليهم ميتين وخمسين وبالاقصاد وما يدفع وهم ما يدفع ما يدفع لانه اكو بالعقارات احنا نكلف نائب نكلف وزير من يروح يصطدم مو على اعتبار انه جاي اقولوا موضوع الصالحية قالوا تعال استاذ انت تسولف على نفسك انت مدافع فينهزم من العقارات بعد ما يدافع عنه انا اتمنى انه صوتكم واصل وان شاء الله واصل شونا جزيلا بها لا واجب هذا واجب لازم نوقف ويقف بالتالي نعم مشاهد الكرام ايضا هي رسالة لدولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر السودان باعتبار انه المجمع من 1984 ولغاية الان قانونا يعتبر متهالك مثل ما قلنا فبالتالي انه اليوم قيمة الشقة الموجودة هنا اغلما انباعت بالوقت السابق الناس ما عدتهم اعتراض وفق القانون تعاملوهم على عين وعلى رأس القرارات اللي موجودة لكن بمزاجيات دارة العقاري انه جاي ينصدمون هاي الناس اللي موجودة هنا وهاي الناس يعني مشترية بفلوسها بمالها يعني كل الملكة انه يشقة فنتمنى انه وفق القانون تكون اكو جدولة لحل الموضوع الناس ما جاي تقول لك طفويل الديون خليها الفلوس لكن كل اللي يردونه هو جدولة للمبالغ اللي موجودة بدل من موضوع انه الاخلاء وعرض المجمع بالمزادات تامن تقبلوا تحياتي وتحاتي هذا العمل ودلقاء